السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يوم بتنشارك معكم هاد القراطن الصحي روعة لديد جدا جدا في مجموعة ميناء الخضر لكن اكتر شي يكون فيه الملفوف او الكروم وبتلغة تحصوه على واحدة الوجبة بسعارات حرارية اقل وبطعم مميز لديدة جدا وبقيمة غدائية عالية طريقة تحضير سهلا تجيبوا طنجرة طفيها قريمة الزيت النباتي تقريبا حبة بصل متوسطة مفرومة اضفت لها 3 الى 4 فزوستوم مفروم حبة بطاطس مقطعة مكاعبات بهذا الشكل حركتها مع البصل والتوم شوية كنتم غطيتها لبضع دقائق من بعد اضفت لها الملفوف او الكروم اللي يكون مقطع بهذا الشكل تقريبا نصف راس ملفوف يكون متوسط الحجم هو المكون الرئيسي في هذا القراطة اضفت الجزر مبشور ممكن تضيفه حتى الفلفل الوان اذا حبيته عندي بصل اخضر قليل من الفلفل الحار اذا حبيته الاخضر عملته والتوابل عندي فلفل اسواد الملح بدرة توم وبدرة البصل وقليل من الشطة الحارة او الفلفل الحار كنحركوا هاد المكوينات مع بعض ونخليوها تدبل وتنضج بهذا الشكل كنخليوها جانبا ونتقلوا الى طريقة تحضير اللي غاد نحطوها فيه مع الكيش او خلطة خلطة البيض لدينا ثلاث حبات من البيض نصف كوب من الحليب نصف كوب من اليوغورت الطبيعي الغير محلة ممكن تستعملوا حتى الكريمة الحامضة اذا حبيته ربع كوب من الزيت العادي الملح والفلفل الاسود على حسب الرغبة خلطت هاد المكوينات وضفت لها قليل من بدرة التوم وبدرة البصل طبعا اذا حبيته اضفت بصل اخضر كان عندي كي يعطي طعم ولون جميل وقليل من الشطة الحارة الفلفل الحار والمعدنوس مفروم هنا عندي تقريبا ملعقة صغيرة غير مملوئة من خميرة الحلويات والبيكن باودر وعندي ملعقة صغيرة مملوئة من النشا رشة من جوست الطيب وكنت اضفت جبن هنا كنت اضفت قبل شوية جبن اذا حبيته طبعا او نوع اي نوع من الجبن كان عندي جبن الفتة وضفت الخلطة خلطتها مع البيض واجبت الاناء اللي اذهنته بالسيت وحطينا الخليط الرائع ورشيته بقليل من الجبن ونحطه بالفرن نضج من تحت من بعد نحمره من فوق وقد تحصلوا على وجبة رائعة لذيذة جدا تنفع وجبة غداء او عشاء خفيفة صحية ولذيذة جدا جدا نتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم واللي عجباتوه يدير لايك ولماذا ما اشترك يشترك باش توصلوا جميع وصفات خديش اتركوكم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء